ينساء الخير ويا أهلا وسهلا بكل أهلوية بيتابعونا يوم جديد حلقة جديدة السادسة أهلا وسهلا بحضراتكم وقبل ما ندخل في التفاصيل خلوني بس أطمن كل الأهلوية على حالة كابتن محمد هاني من مصادرنا تأكدنا الحمد لله أنه الإصابة خفيفة وإن شاء الله بإذن الله محمد هاني هيكون جاهز للمشاركة مع فالين نادي الأهلي في نهاي دوري الأبطال الأهم إن إحنا فيه الأمطار الأخيرة خلاص يعني يمكن مجازا نقول العد التنازول يبدأ عشر تيام بتفصيلنا عن موعد وتاريخ مباراة نهاي أفريقيا كل التوفيق طبعا لنجمنا والأبطال النادي الأهلي مساء خير يا صار مساء الخير عليك يا أحمد مساء الخير على حضراتكم طبعا خبري فرحنا أنه يكون من الوارد جدا محمد هاني يلحق في مباراة النهاي الأفريقي اللي هي طبعا الأهم بالنسبة لنا كلنا في مشوار الأهلي في أفريقيا طبعا مباراة هائية مهمة جدا ويهمنا جدا كلنا كمصريين إن هي تطلع بشكل مشرف جدا وخليني يعني يقول حضراتكم إنه قدقيه كمان دكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة كان بيأكد على مبادرة مصر أولا ليلة تعصب وإن هي مبادرة لكل المجالات مش بس رياضة رياضة منها وإن الإعلام شريك أساسي في المبادرة دي وده دورنا طبعا إن إحنا نأكد إنه ما فيش أي تعصب أو أي مشحنات بين الجماهير أو اللاعبين كمان دكتور أشرف صبحي يمكن قال إنه هيكون في مباراة لقدامة رياضيين بين الأهلي والزمالك على شرف إنهائي ده أو على هامش إنهائي ده عشان تكون رسالة واضحة للجميع إنه ما فيش أي تعصب بين الجماهير أو اللاعبين وخصوصا يا أحمد إنه كان فيه مشحنات كتير بين الجماهير الفترة اللي فاتت أو ناس بتحاول تخلي إنه فيه مشاكل وتعصب بين الجماهير حقيقي جزء كبير من المشكلة نقدر نقول زي ما أنت بتقول يا سارة مفتعل وخلينا نحدد مسؤوليات أكتر إنه في المقام الأول والأخير تقع المسؤولية في مواجهة التعصب على الكبار وبقصد بالكبار هنا من في موقع المسؤولية وخلينا برضو عشان نبقى منتكلم مع حضراتكم بمنطقة صراحة محدش يقدر ينكر إنه فيه بعض أنا مش هقول كله ولكن بعض المسؤولين في الفترة الأخيرة كانوا سبب في زيادة حد التعصب سواء بالتصريحات أو سواء بالتصرفات أو سواء حتى في وقت ملاقات للأسف شديد جدا بالأفعال مش مقدرين مدى خطورة الموضوع ومش مقدرين مدى تأثير ده على الشباب الصغير اللي تقريبا يمكن يكون كله بيشجع كرة في مصر عشان كده بقول الكبار يعني من في موقع المسؤولية يعني أجهزة فنية يعني نجوم الفريقين عليهم دور كبير جدا وبالتأكيد طبعا الإعلام الرياضي يعني ده شيء ما فيش نقاش فيه يتحمل جزء كبير جدا من المسؤولية ويدعم ده الحقيقة مع المسؤولية يدعم ده الحقيقة مجموعة من يعني القوانين بقى أو الضوابط أو اللوايح المنظمة اللي تمنع واتعاقف في حالة صدور أي تجاوز وبيتهيالي وأعتقد أن الجمهور المصري زي ما تعودنا طول عمره يستجيب لأنه ده فكرة التعصب سواء كرة أو غير كرة رياضة أو غير رياضة بقية كل البعد عن طبيعة الشخصية المصرية إنه إحنا ما بنحبش العنف وما بنحبش الغل وما بنحبش الكراهية وده شيء لو دخل في الرياضة أعتقد أنه بينسف المفهوم الرياضة أو روح الرياضية من الأساسية بطفق معك جدا طبعا يا أحمد كمان عايزين نتكلم على مباراة بكرة مباراة مهمة جدا بالنسبة لمنتخب مصر وقدام منتخب توجو يمكن كان نفسنا إنه إحنا نشوف بنلعب بأريحية أكتر من كده على أرضنا ولكن يعني تتعود إن شاء الله في مباراة بكرة إن شاء الله نتمنى إن احنا نشوف تكتيك واضح جدا للمدرب ونشوف قد إيه اللعيبة بتدي أقسى ما عندها في الملعب ونشوف الأداء اللي كل جمهور المصري محتاج يشوفه من منتخب مصر غير طبعا النتيجة اللي تكون إيجابية إن شاء الله ونشوف بقى كمان في أفريقيا مشهورنا هيبقى طويل بإذن الله لما نسعد نتمنى إن البطولة تكون مصرية نحن متفقين إن شاء الله بإذن الله وصلين أفريقيا وصلين أفريقيا اللي عايزين نشوف بكرة يعني يمكن يكون كمان أهم النتيجة تهالي إنه عودة الروح في أسماع كتيرة جدا عنهم من ناحية الإمكانيات يمكن ما عنديش شك ولا يعني عدم ثقة في إن اللعيبة اللي موجودة في منتخب مصر ممكن يكون الأفضل وفي كتير 90% منهم الحقيقة يستحق تمثيل منتخب وإمكانياته كبيرة جدا وعالية لكن ترجمة ده هو اللي احنا مستنينا ويهمنا كمان أكتر بالنتيجة إن احنا نشوف الروح نشوف الغيرة على تيشرت منتخب مصر زي ما بنشوف الغيرة على تيشرت كل لاعب لتيشرت نادي على كل أحوال حلقتنا فيها تفاصيل كتير جدا نبتديها مع حضراتكم بأهم العنوين والأخبار الأهل يمرين اليوم ويستأنف استعداداته غدا للقمة الإفريقية المنتخب يخود ميرانهو الوحيد في توجو اليوم قبل مباراة العودة غدا رمضان صبحي وآيمن أشرف يدخلان حسابات تشكيل المنتخب أمام توجو غدا رئيس لجنة مكافحة كورونا يدف بشرة سعيدة بشأن محمد صلاح وكواليس رحلة الجونا مباراة لقدامة الأهلي والزمالك على هامش نهائي دوري أبطال إفريقيا صعبة هندرسن ترفع عدد مصابي ليفر بول إلى تسعة لعبين نهاية مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتكم نبتدي حلقتنا والحقيقة يمكن الجزء الكويس صبعا تحدي الكرة أعلى النهاردة على موعيد مطشاط الكاس الأهلي إن شاء الله الأهلي والزمالك هيلعب يوم السبت الأهلي هيلعب مع أبو إيرل الأسميدة الساعة خمسة والزمالك هيلعب مع أفسي مصر الساعة تمانية الأهلي هيلعب على ملعب برج العرب إن شاء الله والمطش التاني هيكون على ستاد السويس الجديدة نختم بقى يوم الثلاث ده طبعا الفايز من المطش الأول هيلعب مع أطلاق الجيش في ستاد الجيش في برج العرب برضو والفايز من المباراة التانية هيلعب مع الاتحاد في ستاد السويس وإن شاء الله مطش الفاينال يكون السبت خمسة اتناشر السبت يوم السبت خمسة اتناشر نختم السيزن سيزن طويل أو سيزن عنيف الحقيقة على كل أحوال فرصة فرصة نتطمن على فرقتنا يعني النجومنا طبعا بعادة عننا بقى لهم فترة يمكن شوفنا منهم الشنوي شوفنا منهم السلية مع المنتخب في مطش التوجو لكن عايزين نشوف سكواد الأهلي فرصة كابتن مسيماني يجرب ولو إني مش عارف يعني نسمع رأي حضراتكم كمان تواصلوا معنا كده يعني شايفة سارة أنه يلعب بالفرقة اللي بيفكر فيها في فاينال أفريقيا ولا يخاف من الإصابات ولا يجهز ناس تانية شايفة ممكن تكل الدنيا زي أنا خايفة من الإصابات طبعا يا أحمد يعني شايفة أنه الأفضل أنه ما يعتمدش قوي على الفرقة الأساسية اللي هيلعب بها في نهاي دوري أبطال أفريقيا لأنه خلاص ما فيش أي حاجة مضمونة وإحنا دلوقتي هاني أهم حاجة عايزين نتطمن عليه مش عايزين أي إصابات تانية إحنا دخلين على أهم مباراة في الموسم بالنسبة لنا بس يعني بس يعني معلوماتنا زي ما قلنا المشاهدين ومتابعي السادسة أنه هاني إن شاء الله جاهز بالإذن الله جدا عشان يكون موجود دي معلومة معكدة ويمكن إحنا تواصلنا يعني من مصدر موصوخ منه بشكل كبير إنت شايف إيه فرصة كمان نجاهز يعني لو مستر المسلماني عنده حد في دماغه وممكن يبقى ربيعة مثلا يلعب مكان هاني في المكان ده فرصة للتجربة فرصة للنشئين كمان يا أحمد يعني بها في مباراة الكاس أنا أنت هيبقى الدوليين عندك راجعين يعني إحنا أعتقد 18 آخر مطشط الأجندة الدولية فبالتالي أنت عندك كل الدوليين راجعين بعد بداية 8 يوم الخميس سواء مع منتخب مصر أو الموجودين مع منتخب مالي ديانجو أو إلى آخره فأنتي محتاجة تدي الفرقة مطش تلعبه مع بعض وخصوصا أنه مطش رسمي في مصابقة مهمة برضو يعني صحيح الكاسم الزاد الدولي طب ما شخيف موضوع الإصابات طبعا في الحزبان بس أنا لازم أجرب لازم أجرب لعيبة ولازم أجرب طريقة لعب ولازم أطمن على مستوى اللعيبة في مباراة رسمية التدريبات شيء دايما كده التدريبات شيء ومستوى اللعيبة في التدريبات شيء وفي التسعين دقيقة ومباراة رسمي في بطولة زي كاس مصر شيء تاني فأنا بتهالي لا أنا ممكن هنا أخد المجاسفة أكتر وجرب ممكن لأنه لأننا عارفين أن نقدي مباراة الكاس فعلا فيها مفاجآت كتير ممكن تحصل والموضوع بيبقى خروج المغلوب فده طبعا يعني إحنا زي ما بنقول دايما الأهلي بينافس على كل البطولات يعني إحنا يهمنا الدوري يهمنا الكاس يهمنا أفريقيا فيعني ليك وجهة نظر طبعا وخليني أقولك حاجة سارة برضو شعار المرحلة دي يعني أنا واثق تماما 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 في إمكانيات لعبتنا وواثق تماما أنه سيزن دايما يمكن يكون الأفضل للجيل ده والأجيال كتير جدا خلينا أقول في العشرين سنة الأخيرة على مستوى الأرقام على مستوى الحاجات اللي حققها النادي لأهلي كأرقام أحسن فريق بيهدف أقل فريق استقبل الجول بتاعه أهداف أكتر عدد مباراة كلينشيت أكتر نسبة استحواز أنت بتتكلم على أرقام قياسية تقريبا ما حصلتش متهيليش أنها حصلت على أقل في العشرين سنة أو تكررت في العشرين سنة اللي فاتت لكن كل الأرقام دي حاجة تحطتها على جنب يعني اكتبها على وراء وأطعها ماتش الفاينال بتاع أفريقيا محتاج الروح والشخصية الأهلي يعني كل الحاجات التانية فكرة أنه الأهلي متفوق بدنيا ومتفوق مهاريا كل ده على جنب كل ده مش داخل في حسابات المباراة النهائية المطلوب من رجالة النادي الأهلي وده الحقيقة اللي عندنا بشكل كبير جدا أنه فيه تركيز شديد جدا في المباراة ودول يمكن يكونوا أهم عشر تيام في مشوار الجيل ده من اللعيبة على فكرة كمان عايز أقول لحضراتكم أنه في حالة شحن يعني فيه كلام بيوصل يمكن يساهم أكتر في أنه اللعيبة تبقى عايز تطلع أكتر لعندها مستفزة عندها رغبة أنها ترد فأعتقد ده إن شاء الله يصب فيه الجزئية الإيجابية ومرة تانية أكتر عشر تيام مهمين جدا 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 لكل لعيب تيشرط النادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي وبطولات النادي الأهلي بتتكتب في العشر تيام دول مش بس يوم المباراة كل التوفيق اللي نجمنا إن شاء الله يوم التمريل الوحيد على الملعب اللي ستع stiffness بكرة إن شاء الله اللي هتلاع في توجو هيكون بتوقيت أو هيكون الساعة 9 إن شاء الله مسائق فيه الجولة الرابعة بقى من تصفيات أفريقيا اللي بتأهلنا وإن شاء الله تأهلنا لبطولة أفريقيا في الكاميران 20-22 كابتن حسام كانت دا اللعيبة راحة مبارح من التدريبات بعد ما وصلت البعثة لتوجو ويمكن هو وصل ومتأخر إلى حد كبير رحلة طويلة وشقة بالتأكيد نحن نكلم مع رحلة تقريبا تجاوزة 6 ساعات كمان المنتخب الأوليمبي في نفس اليوم هيلعب يعني المنتخب الكبير إن شاء الله هيلعب مع توجو ومنتخبنا الأوليمبي هيلعب مع البرازيل النهاردة المنتخب الأوليمبي اختتم تدريباته بكرة المواجهة إن شاء الله هتكون الساعة 6 وهتتلعب على ملعب الساد القاهرة إن شاء الله يعني بطولة أعتقد مفيدة جدا وفي احتكاك مع منتخبات محترمة زي البرازيل وزي كوريا الجنوبية فيه كمان خبر بخصوص محمد صلاح نجم منتخبنا وليفر بول الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا توقع إن مسحة صلاح هتيجي سلبية وقال كمان إن صلاح ما ظهرتش عليه أي أعراض الحقيقة لكن تبتت إصابته بفيروس كورونا قبل المباريات بجانب طبعا لعب آخر من منتخب توجو لا يزال يتلقى العلاج وما غادرش مع المنتخب طبعا كل التمانيات بالشفاء لكابتت محمد صلاح ونتمنى نتطمن علي عدم ظهور أعراض ده يعني إلى حد كبير مطمئن بشكل كبير نتيجة المسحة بتاعت يوم الخميس توضح بشكل نهاية بقى إن شاء الله حالة نجم من منتخب مصر وليفر بول في ما يتعلق بفيروس كورونا بكرة بس خلينا أقول لحضراتكم يعني هرجع تاني صارة للمنتخب الوطني بكرة فيه احتمال كبير يعني وأعتقد أنه كابتت حسام البدري حسم رأيه فيما يتعلق بالوجوه اللي هتشارك يمكن أن يكون فيه بعض التغييرات هتحصل على التشكيلة اللي بدأ بيها المنتخب هنا مطشو مع توجو يعني بكرة من المتوقع عنده رمضان صبحي يبتدي المباراة على حساب زيزو ويبتدي ناحية الشمال ويتنقل تريزيجيل اليمين أتمنى كمان لأن الحقيقة فيه لعيبة كانت الحضر الغائب يعني منتخب مصر لا يحتمل أن يكون اللعب بالاسم فقط لغير يعني مطلوب من الحضاشر لعيب وهنا أنا تماماً لما بنتكلم على منتخب مصر إحنا بنبعد كل البعد عن الانتماءات لا أبيض ولا أحمر ولا أصفر ولا أغدر إحنا يهمنا وعلى فكرة يعني كل البطولات اللي بتاخدها الأندية ووقوة المنافسة اللي بتفرضها سواء المسابقات المحلية أو المسابقات القرية الهدف منها في النهاية ده هدف أساسي إن إحنا يبقى عندنا منتخب قوي في كل اللعبات في كل الرياضات وبالتالي لما بنيجي نتكلم على المنتخب فكرة الانحياز للون معين أو نادي معين بعيدة كل البعد أنا أتمنى طبعاً إنه العطاء يبقى على قدرة الأهمية يعني إحنا نتكلم على وأنا عارف إنه كل اللعبة بتحلم أنها تمثل منتخب بلدها أو منتخب بالنسبة للعيب الكرة في حتى تانية خالص لكن إحنا شفنا في مباراة الزهاب أو مباراة تجوة لعبة هنا لعبين الحقيقة كانوا دون المستوى ومعتقد إنه الإصرار عليهم بحجة إنهم أسماء كبيرة فقط أو إنهم ممكن يخلصوا في أي لحظة أصبح غير مقبول بالنسبة للجمهور المصري نروح لدكتور أشف صبحي وزير الشباب والرياضة اللي قال إن مبادرة مصر أولاً للتعصب يقصد بها زي ما قلنا لحضراتكم كل المجالات واللي من بينها الرياضة ويعد الإعلام الشريك الرسمي لإنجاح وقال إنه هيتم تنظيم مبادرة زي ما قلنا لحضراتكم مباراة لقدامة الرياضين من الأهلي والزمالك على هامش نهائي دوري أبطال أفريقيا واللي هيقام 27 نوفمبر الجاري بين طبعاً قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك علشان نوصر رسالة للناس كلها للعالم كله بإن لا مكان للتعصب بين الجماهير أو اللاعبين كمان دكتور أشف صبحي قال إن الفترة الأخيرة شهدت احتقان غير طبيعي بين الجماهير دخل في تحديات من داخل وخارج مصر حتى أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أحد الخطابات السياسية إنه تصدوا معنا قائلاً تصدوا معنا وأصبحت المبادرة دي لها ألية وتموا مناقشتها وكان فيه كتير جداً من الندوات الخاصة بالمبادرة دي للتصدي للشائعات والفساد كمان موضحاً أن وزارة رياضة بيها برنامج تأهيلي مع الرقابة الإدارية ومع جهات الدولة للتصدي للشائعات والفساد وقال إنه هنطلق مبادرة لا للتعصب للتصدي للفوضى والتعصب الجماهير شايف قد إيه المبادرة دي مهمة في الفترة دي وإزاي دور الإعلام المفروض يكون الفترة الجاية أحمد قبل مباراة الأهلي والزمالك طيب خليني بس قبل ما أتكلم من دور الإعلام أكلم الناس شوية على فكرة المفاهيم في أوقات كتيرة جداً تطوير أي منظومة بشكل معاينة صارة ناس كتير جداً بتشوفوا محتاج للمادة يعني عشان تطواري بنية تحتية بالتأكيد أنت بحتاجة ميزانيات كبيرة جداً عشان تطواري نقل تلفزيوني محتاجة إمكانيات أو ميزانيات كبيرة جداً عشان تطواري فريق محتاجة برضو ميزانية بشكل كبير جداً سواء الصفقات أو مدير فني أو معسكرات أو أجهزة أو أي لآخر لكن في حاجات تانية ما تحتاجش لمدة على الإطلاق تحتاج فقط لتغيير مفاهيم فقط لأغير إزاي تغيير مفهوم وهقول لحضراتكم على مشهد أنا بجد بحس بغيرة كبيرة جداً لما بشوف مثلاً فيه أنت عارفة أنه الدوري الإنجليزي كان واحد من على مستوى الجماهير كان واحد من أكتر الدوريات عنفاً في العالم طبعاً ومتعصب جداً عنفاً وشغباً وجرحاً وقتلاً ولي زي ما أنت عايز تعاليني شوف النهاردة الدوري الإنجليزي وصل لإيه وصل لأنه المطشاط بتتلعب في مدرجات ممتلئة عن آخرها بدون سياج بدون صور الملعب مفتوح في أوقات كثيرة جداً بشوف أنه ممكن فريق يبقى بيلعب مباراة خارج أرضه وبعد ما ينتهي أو بعد ما تنتهي المباراة بيقوم جمهور الفريق صاحب الأرض وبيسقف له وهو ده بفهوم أو قمة الروح الرياضية هل ممكن نشوف زي ده في مطش أهلي وزمالك وانتي عارفة قد إيه في حساسية بين الأهلي والزمالك من ناحية المنافسة والمنافسة والصراع ده الأمر طبيعي جداً وده جزء من أهداف الرياضة فكرة الترويد أو التقنين حالة الصراع ما فيش حد فينا في حياته يقدر رايش من غير الصراع بس إزاي تقدر تعمل ده بشكل راقي إزاي تقدر تعمل ده بشكل متحدر إزاي تقدر تحب فرقتك وتشجعها بجنون بس من غير ما تكره أو تغل الفريق اللي بينفسك ده المفاهيم اللي بعتقد أن احنا محتاجين نغيرها وده المفاهيم اللي محتاج الإعلام زي محاجة على سؤالك بقى مرة ثانية اللي محتاج الإعلام المصري والإعلام الرياضي على وجه التحديد أن يشتغل عليها مش معنى أنك أنت تنتمي أو أنك أنت تحب أو أنك أنت تشجع فرقتك إن بالضرورة أنك أنت تشوّه أو أنك أنت تكره أو أنك أنت تجرح في أي فريق بي نفسه أكيد طبعا يا أحمد وبعدين زي ما أنت بتقول الحاجات دي محتاجة شغل جدا يعني إنجلترا قعدت فترة كبيرة أن هي يبقى فيه مبادرات زي دي زي مبادرة وزير الشباب ورياضة دكتور أشرف صبحي علشان لا للتعصب قعدت فترة كبيرة والحد دلوقتي فيه مكافحة كبيرة جدا ضد طبعا العنصرية في إنجلترا وفي الدوري الإنجليزي فيه مبادرات وفيه شغل كبير من المسؤولين في الدولة وفي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم علشان يقدروا أن هم يتصدوا للأنواع دي من الشغب والتعصب وطبعا العنصرية مبادرات والقوانين والخروج على النص والأهم من القانون القدر على تطبيقه نروح لليفر بول بما أن احنا يعني يدينا مثل كده بالدوري الإنجليزي والحقيقة يمكن ليفر بول فيه طبعا يعني مشاكل كتيرة جدا بدأت بإصابة فان دايك بعد كده إصابة أليكزاندر أرنل بعد كده طبعا إصابة نجمينة المصري محمد صلاح بالكوفيد ويمكن كنت أتكلم أنه وصارى مبارح على روبرتسون أنه أصيب في ركبته مبارح جارث هاوس جيت مدير الفني لمنتخب إنجلترا أعلن كمان على إصابة جوردن هندرسون كابتن أو قائد الردز وده كان طبعا خلال مشاركته مع منتخب إنجلترا في مباراته ضد بلجيكا اللي بتتلعب في دوري الأمم الأوروبية واللي خسرتها إنجلترا بنتيجة 2-0 أعتقد أنه عدد كبير جدا من الإصابات في لعبين أساسيين بمثلوا يعني العمود الفقري لليفر بول هتأثر بكل تأكيد بكل تأكيد على مسيرة ليفر بول ونتمنى إن شاء الله عودة نجوم ليفر اللي بقى ليهم شعبية كبيرة جدا في مصر قائمة طويلة من الإصابات شامبرلين، ألكنتارا، جو جومز وصلاح وهندرسون وروبرسون وفابينيو وفابينيو نتمنى طبعا نتكلم عن 9 إصابات تقريبا وكلهم العباء أساسية ومداخلين على مباريات مهمة جدا صحية طيب نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل نكمل فقراتنا في السادسي أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية والنهاردة كمان بالمناسبة يوم خاص جدا يعني تاريخ 16 نوفمبر ده بالنسبة للأهلوية ذكرى غالية ذكرى فوز وتتويج نادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا على حساب القطن الكاميروني ده كان طبعا 2008 2-0 نهائي هنا و2-2 هناك وزي ما حضراتكم شايفين دي لحظات التتويج بالبطولة ده ستاد جاروة في الكاميرون واحد من أكتر ستادس صعوبة في أفريقيا على فكرة وبالمناسبة إحنا الأهلي على مدار تاريخ طويل جدا كل فترة كده يعني القطن في الفترة دي من 2006 إلى 2008 كان واحد من فرقة تيلاوي في القرى الأفريقية وخذوا بالحضراتكم منه كاميرون هي بلد عيسى حياته رئيس الاتحاد الأفريقي وده إلى حد كبير في أفريقيا ممكن بكل تأثير في أعاد كتيرة جدا بس اللي عايز أقوله حضراتكم أنه الأهلي عشان تاريخ كبير وأنا هنا مش بكلم بس على أنه صاحب الأرقام القياسية في الفوز بدوري الأبطال ولا لأنه تم اختياره كنادي القرن من قبل اتحاد الأفريقي لكن أنا بكلم حضراتكم كمان على تاريخ الصراع نفسه يعني في فترة من الفترات يطلع عندها يبقى لها قوة ويبقى لها حضور ويبقى لها تأثير في قراءة أفريقية وتختفي والأهلي مازال مستمر بداية من أشان تكوتوكو في التمانينيات مرورا بقى فرقة كتيرة جدا يعني طبعا شمال أفريقيا حضرة ترجي نجم صفاقسي مازينبي أنيينبا ناجيري سان دونز أورلاندو بايرتس يعني ولكن يبقى الأهلي في كل بطولة بيشارك فيها هو المرشح الأكبر ده الحقيقة مش تحيز أو انحياز للنادي الأهلي ولا حب وانتماء لفانيلة وتيشرت النادي الأهلي لكن دي حقيقة وده تاريخ نتمنى إن شاء الله يعني نوفمبر يبقى يعني زكرة حلوة وفي نفس الوقت فال كويس كمان وإحنا هنلعب نهائي بطولة أفريقيا إن شاء الله كمان عشر طياب خلينا أقول لحضراتكم إنه الجيل ده كان طبعا واحد من أهم الأجيال يعني أنا فاكر المطش ده كويس جدا المطش ده اللي جاب جولين لنادي الأهلي كان أحمد حسن جاب الجول أول كان كورنر اتلعبت لبوتريكا لعبها عرضية دخل السقر كده في النص وغمز الكرة دخلها الشبكة والجول التاني كان الزقبقي محمد بركات قدر يخلص الكرة ويخش منطقة الجزاء يعني اتكابل دخل شادي محمد حط جول من ركلة الجزاء وكانت تتويج لحظات التتويج اللي وحشتنا وافتقدناها وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله رجالة الأهلي يبقوا قادرين أنهم إن شاء الله يفرحون إحنا البطولة اللي قبل دي خسرناها وأنا فاكر كويس جدا يعني تصريحات ما أنه الجوزيف وفقوة اللبس للعبت النادي الأهلي يقل لهم السنة الجاية في نفس المكان في النهائي هنكون حضرين وهيتم تتويجنا ببطولة دولي الأبطال وهو ده فعلا اللي حصل طيب نروح لجنوب أفريقيا ونروح لواحد من النجوم منتخب جنوب أفريقيا وأعتقد أنه الاسم مش هيكون غريب عليكم قوي لأنه واحد من النجوم القارة الأفريقية كمان دكتور كومالو نجم ومنتخب جنوب أفريقيا السابق هيكون معنا في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس دكتور كومالو أهلا بك على شاشة النادي الأهلي شكرا لحضراتكم دكتور كومالو بداية خليني أسألك عن تجربة بيتسو موسيماني مع الأهلي وإزاي تلقيت خبر تعيين بيتسو موسيماني عشان يكون مدير فني للنادي الأهلي نعم قبل كل شيء اسمحوا لي أن أحييكم وأشكركم على دعوتي للحضور كيف استقبلت الخبر كجنوب أفريقي؟ كان بالتأكيد خبر مفاجأ لي أن يتركن موسيماني وأن يتم تعيينه كالمدرب الأساسي لنادي الأهلي وحين استقبلنا هذا الخبر يعني كبعدنا لبعض رسائل نحن الأبطال والمهتمين بالكرة في اتحاد جنوب أفريقيا ونادي ماملوني سانداونز وبيفانا بيفانا وكان أثر ذلك في هذا الوقت هو أننا متوقعين أن يتم تتويج الفريق وبالتالي كان الخبر كمفاجأة لنا يعني هنقول مفاجأة عقرس السنة وأنا شخصيا كان الخبر وبالنسبة لي لم يكن الأمر فقط بالنسبة للرياضة أو متعلق بالرياضة بل كان العلاقة بين الأهلي يعني كيف يمكن للأهلي أن يعملوا على أن تخطى الحاجز بين باقي الدول الأفريقية والنوادي الأفريقية وأولا أنا بالتالي أفضل وأحيي ما قام به السيد رئيس نادي الأهلي وكذلك كافة العاملين بجهاز الإداري للأهلي ومشجع الأهلي على رأس الكل والمصريين لأنها دولة أحبها ولهم أتمنى يعني وأنا وأشكرهم على ما قابلوا به حضور مسلمان من إيمان به وثقة فيه وما قدمه الأهلي هو الرسالة للأفريقين ككل هو أننا باتحادنا يمكننا أن نهزم العالم الأهلي رئيس الأهلي حين طلب لم يطلب منه فقط أن يكون مدربا رئيسي للفريق ولكن كان هذا بمثابة فتح الباب للأفريقيين حتى نطلاق على الوحدة ننتقل لتجربة الأهلي وواحد من أكبر الأندية في العالم وفي أفريقيا مع بيتسو مسيماني في رأيك أو من وجهة نظرك في حالة نجاح التجربة هل تتوقع أنه ده يغير من خريطة العالم التدريب في القرى الأفريقية وأنه يزبح فيه مساحة أكبر للمدرب الأفريقي على مستوى التدريب الأندية والمنتخبات الأفريقية؟ نعم نحن نعلم جميعا أن الأهلي هو أحد أكبر الفرق هو أفضل الفريق في أفريقيا وبالتالي يمكن أفضل من سانداون وبالنسبة لهم أن يكونوا ضموا إلى كفاءاتهم كفاءة سيد مسيماني كان الأمر هو بمسابة إضافة كرز على رأس التورتة كبيرة ومسيماني لديه الخبرة المناسبة والطريق لديه خبرة طويلة وهو الرقم واحد في أفريقيا وقد ضم إلى إمكانيات النادي مدرب هو الرقم واحد في أفريقيا حاليا وهو بالتالي كان قادر على أن يقيم بفريقه للوصول إلى مستويات على مستوى تاريخه وكان الأهلي حضر خبرات التي قدمها مسيماني في تاريخه ووصوله إلى الكأس والآن وصول مستر مسيماني للتدريب الأهلي هو تضافر سوف يأتي بنا أكيد إلى الوصول إلى مستوى آخر مستوى أعلى على الكرة الأفريقية ونحن هنا نتحدث عن الفريق الذي نحترمه سواء فنيا أو كتاريخ الأهلي كفريق لقد أرانا على مدار السنوات الطويلة أنه لديه ما يقدمه وحين أتكلم عنه التاريخ حين قام فريق الذي يدريبه مسيماني بفوزة مقابل الأهلي هذا يعني أكتير وبالتالي أنه يعني أن مسيماني لديه نوعية يمكن أن يقدمها لأنه ليس من السهل أن نلعب في أفريقيا ونكسب أو أن نقومه بتدريب منتخب قومي ولكن مسيماني تقدم في مشواره كمدرب ولعب لأفريقيا ودرب لأفريقيا وكذلك نمى كمدرب على مستوى الشخصي ولديه أيضا لو أردنا أن نرجع إلى تاريخه تربية وخبرة طويلة في مجال التدريب ومن هنا اسمحني أن أقول أنه من أفضل الاتفاقيات التي قام بها الفريق فالأهلي هنا أنا أراضي فريق ذو رؤية وكذلك مسيماني لديه رؤية أنا أتحدث عنه الآن كزميل وكزميل لعب أيضا وأعلم أنه قادر أن يحصن الاختيار وهو ليس بخاسر سوف يعمل دائما على الحصول على النجاح من خلال تقديم أفضل ما لديه ومن خلال الرؤية واضحة للأهداف لقد رأيته ينموم على مستوى الفني سواء باللعب على الشوارع يما كنا صغار وكذلك رأيته يلعب لأحد أكبر الفرق مثل كوزموس إلى أن وصل إلى سانداونز ولعبت معه في الفريق القومي تعلمت منه الكثير أثناء اللعب معه ولكن دكتور كومالو ميستر كومالو ألاو ميتو انتر إيه الرسالة المهمة التي توجهها الميستر موسيماني في التوئيد ده قبل أيام قليلة من مواجهة الأهل والزمالك في نهاي دوري أبطال أفريقيا نعم ما أود أن أقوله له كوتش بيتسو لقد أخذت طريقا طويل ورأيت الكثير من الجيد والسلبي ولكن أنا أتمنى لحضراتكم كنادي الأهلي وعلك المسيماني كل الحظ لكن دائما فريق واحد وكنت دائما أفضل مترب وكنت دائما تفاجئنا وأنك الآن في أفضل مرحلة من تاريخك وأتمنى لك بالتالي أفضل الحظ لك وللفريق ولدعمي فريق الأهلي ولبارككم الله سبحانه الكرة في أفريقيا دكتور كومالو اتطورت كثير جدا عن السنوات التي فاتت يعني نكلم على تطور على مستوى البنية التحتية نكلم على تطور على مستوى المسابقات المحلية والمسابقات القرية نكلم على تطور حتى في حجم مشاركة اللاعبين الأفرقى في الدوريات الأوروبا وفي أكبر الأندية الأوروبية ومع ذلك حتى اللحظة ما فيش منتخب إفريقي قادر على الوصول على أقل للمربع الزهبي أو لنهائي كاس العالم من وجهة نظرك إيه هي الأسباب وإزاي ده ممكن يحصل مع شديد الأسف أفريقيا الدول الأفريقية حتى الآن نعم اسمحوا أن أقول لي لم تحظى بالاهتمام المطلوب على مستوى البنية التحتية وبالتالي الدول التي لديها مثل هذه البنية التحتية المناسبة وكذلك التي لديها أفضل الإمكانيات على مستوى العالم هي التي تنافس على مستوى كاس العالم وبالتالي الذي أعرفه الآن هو أننا يجب أن نأخذ تلك الفرصة وأن نقدم أفضل ما لدينا من النوعية لأن هذه النوعية هي التي من شأنها أن تحملنا إلى المربع الزهبي لأن من هنا فقط يمكن أن نرى أفضل ما في أفريقيا ونحن كيف علينا إذن أن ننظر إلى هذا الأمر كقارة بأكملها كيف يمكن أن ننافس كيف يمكن أن ننتج رياضة على مستوى العالم يعني في مقابل دول أخرى لديها بنية تحتية متطورة وهنا نتكلم عن مثلا في أفريقيا خمس دول فقط التي يمكنها أن تشارك في المسابقات الدولية وإن كنت أختلف معك دكتور كومالو يعني أنا برى أنه في بعض الدول الأفريقية قد تمتلك مثلا إمكانيات وبنية تحتية رياضية أخوة بكتير جدا من دولة زي بلجيكا ومع ذلك بلجيكا نجحت في الوصول للمربع الزهبي ونجحت في تقديم عدد كبير جدا من نجوم الكرة بيلعبوا في أكبر الأندية العالمية دعني أقول أن في أفريقيا لنعم لدينا فرق قوية ولديها بنية تحتية وبالتالي أقول ولكني مع ذلك أقول أن هناك يعني حتى تصل الدول إلى مصابقة كأس العالم لابد أن ننظر إلى تلك الدول التي لديها البنية التحتية حاليا وبالتالي أن نتطور لأننا لن نتمكن من النصل إلى التطور إلا أن وصلنا إلى الأمكانيات الموجودة في أوروبا واللعب بطريقة وإدارة بطريقة بروفاشنال وأن نطلب العون وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى حتى نصل سويا إلى هذا المصابق إجابات سريعة دكتور كومالو من وجهة نظرك مين هم أفضل ثلاث لعبين على مستوى القرى الأفريقية أفضل ثلاث لعبين على مستوى القرى أتكلم بالتأكيد عن صلاح وثانيهم السنغالي ما اسمه ساديو ماني فابيو ماني فابيو ماني الذي يلعب مع صلاح في ليفر بول ساديو ماني وأثالثهم اعذروني لا أستطيع أن أسترجع اسمه ولكن أفريقيا لديها تلاقك أكثر من كنت أود أن أذكر ماني وصلاح أوبام يانج لعب الأرسنل ما كان الاسم الذي ذكرته سيدي وفي رياض محرز من الجزائر نعم 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 اللعب الجزائري رياض محرز ولكن يعني أفريقيا يمكنها وقد بالفعل أنتجت العديد من اللاعب الشباب حالينا الذين يلعبونا لأوروبا والأمر برمته هو أننا لم نصل بعد إلى قمة الهرم بشكرك شكرا جزيلا نجمو منتخج بنو أفريقيا السابق دكتور كومالو كان موجود معنا من خلال طبعا الفيديو كونفرنس ونختم فقرتنا دي مع حضراتكم نحن طبعا وراء الكرة الحلوة في أي حتة في الدنيا يعني يمكن طبعا لشان في أجندة دولية وفي لقاءات طبعا كل بنتبهحها بين منتخبات دي باتي نروح لفاصل نرجع نستقبل ضيفنا في سادسة نجم مصر كابتن علاء نبيل هيكون ضيف ضيف على زميلتي سارة محسن في السادسة بعد الفاصل برحب بحضراتكم مرة تانية وطبعا كل الأنظر بتتجه غدا لمباراة مصر وتوجو مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا في التصفيات الإفريقية نتمنى أن احنا نشوف منتخب مصر طبعا ظهر بشكل قوي جدا وأداء مشرف جدا زي ما تعودنا يمكن الناس من ساعة ما تعادلنا مع كينيا ومع جزر الكمر كانوا مستنين يعني كنا بنقول في ظروف استثنائية في كورونا مستنين بقى يشوفوا المنتخب بشكل تاني خالص وخصوصا نحن نتكلم على أن نحن عندنا لعيبة مصر في أعلى فرمة لها في الوقت الحالي أكبر دليل إيه وصول الأهلي والزمالك لنهاية أفريقيا وده يدل على قوة الكرة المصرية الفترة دي وعلى قد إيه اللعيبة دي في فرمة عالية جدا طبعا وطبعا وصول البيارمتز دايما بنقول لنهاية كونفيدرالية وده برضو دليل على قوة لعيبة منتخب مصر المفروض الفترة الحالية أو لعيبة مصر والكرة المصرية وقوة الكرة المصرية بشكل عام المباراة اللي فاتت على أرض مصر أو في استادة القاهرة ما كانتش الأداء اللي كانوا مستنيينه الجمهور المصرية أو اللعيبة حتى أو الجهاز الفني ولكن طبعا فوز مهم جدا بالنسبة لنا الفترة دي هنتكلم أكتر على المنتخب وعلى مباراة بكرة وعلى شكل منتخب مصر الفترة الحالية ومستنيين منه إيه الفترة اللي جاية طبعا مع كابتن علاء نبيل مدرب منتخب مصر السابق وطبعا رئيس قطاع النشئين بنادي زاد برحب بيك يا كابتن ونواري أهلا بيك سارة أهلا بيك سارة كابتن يعني مباراة مهمة جدا ويهمنا جدا أننا نشوف طبعا أداء كويس قوي من اللعيبة زي ما نشوف طبعا نتيجة إيجابية ولكن حلينا نبدأ بالمباراة اللي فاتت ونشوف فين المشكلة يعني أنت شوفت إزاي فنيا فوز مصر بشكل أنفس على منتخب توجه شوف حضرتك قلتي فين المشكلة يعني حضرتك مختنع تماما إن مش ده منتخب مصر فيه انتخادات وفيه انتخادات شديدة لكن احنا عايزين نقول نتكلم فيه إطار اللي احنا عايزين أحسن حاجة لبلدنا ولازم الجهاز يتقبل النقد اللي هو البناء اللي هو لازم تعرف الناس هي متضايقة من إيه عشان برضو نبقى منصفين أن الأداء ده بش وليد الفترة اللي فاتت أو وليد الفترة اللي مع كابتن حسن حمالبادري منتخب مصر من سنين بقاله فترة طويلة ما بيمتعش جمهور الكرة المصري بالأداء الجميل لكن النتائج مغطية يعني النتائج يعني الشعب المصري بيحب الأداء الحل والمتعة في الأداء والإصارة في الأداء كل هذا مفقود بس في الآخر بتكسبي وجمهور مصري بيقعد ربع ساعة نصف مبسوط وبعد ذلك يقول لك احنا كسبنا ازاي ده بقى له فترة طويلة قصدك برضو أيام هكتر كوبر وطريقة الدفاعية كوبر برغم أننا وصلنا نهاية أفريقيا ورغم أننا وصلنا كاس العالم محدش كان مقتنع بأداء منتخب مصر خالص جي أجيري مع الفترة اللي بعد كوبر نفس الموضوع ونفس الكلام جي النوى كابتن حسام من البدري نفس الموضوع ونفس الكلام فعشان كده احنا بالقول يا جماعة احنا امتى هنلعب كرة قدم امتى جمهورنا هيتمتع بكرة القدم لما نيجي النهاردة نتكلم على الفترة اللي فيها كابتن حسام كابتن حسام تولى من سنة تقريبا لعب خمس مباريات تلاتة رسمة واثنين ودي اثنين ودي كسبنا واحد صفر ليبريا وبتسوانا واحد صفر واحد صفر نقلنا على المبارات الرسمية مع كينيا ومباراة واحد واحد وباراة صفر صفر جزر القمر وكينيا تمام والمباراة بتاعت توجد نحنا النهاردة عاملينى يقول واحد 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 إمتى متخب مصر هنعدي الواحد والاثنين والثلاثة مباريات على ملعبنا حتى مباريات الودية بتاعة اللايبريا وبالسوانة إمتى هنجيب الجون التاني والثالث واللعيبة عارفة عن إيه سخافة الفوز ونكسب وواحد اثنين والثلاثة ده يجرين الكلام تاني اللي احنا لما نيجي نوصل جبنا الجون اللي احنا منتظرينه الجون طبعا من ضربة سبتة ما فيش جملة عملت لكن الأداء بعد الهدف لازم توقفي وتستوب وتقولي احنا إيه اللي حصلنا بعد الهدف احنا جبنا خلاص الهدف اللي احنا منتظرينه وخلاص تراجع غير طبيعي فرق توجو يعني أبهرتني بالأداء بتاع بعد ما هجي الهدف فيه تاكتك بلعبوا عليه بلعبوا هم مقفلين مباراة برا ملعبهم مقفلين كويس جون جيه من ضربة سبتة يعني ممكن أي فرقة تتخمي في الدنيا لكن لما يدين عليك كمية النقالات دي اللي موجودة بقى بعد الهدف ووصلوا لوجون بتاعك وفرقة بقى بتوزن مهلم دايقنا برضو يا كابتن ان انت في مجموعة أصلا مش مش اقوى حاجة في أفرقك ما هي دي بقى يعني منتخب توجو مع كامل الاحترام وظاهر طبع مش شكل كويس جدا ولكن احنا ما بنتكلمش يعني على منتخب كبير احنا فرحيني قولك سيبنا توجو وخدنا ثلاث نقاط اللي هي التصريحة المستهلكة لأ جمهور مصر واعي وجمهور مصر عارف ان هو الأداء وحش بالرغم من انت فزد لكن في الآخر ما نقدرش يقول قلق ايه الحمد لله برضو اخدنا الثلاث نقاط فيه ناس تنسق وراء هذا التصريح وفيه ناس اللي هما الفنيين يقولك لأ احنا امتى هنلعب كورة بقى امتى هنلعب كورة طب انا يمكن كنت بتكلم مع حضرتك ان ممكن يكون سبب من الاسباب ان احنا شفنا اللعيبة مش منساجمة مع بعض في الملعب انه ما فيش معسكرات طويلة ما فيش مباريات ودية كتيرة وبعدين كنت بقول لحضرتك انه ما ده ما بيحصلش برضو في العالم كله بس كان لك رأيتين احنا حضرتك كده هاتي كل الانجازات اللي اتعملت الكورة المصرية قابلها تجمعات طويلة للانتصارات والانجازات يبقى احنا طبيعتنا كده طبيعة الاعيب المصري اقول بس لا احنا طبيعتنا كده ما ليش دعوة العالم بيعمل حاجة انا بالشرط ان انا اعمل زيها احنا طبيعتنا اللي احنا معسكرات طويلة عندنا ظرف الطارق اللي هو حصل بتاع الكورونا والدولة والحاجات دي كلها ظرف طبعا خارج عن ارادتنا لكن انا كان ليا كلام وكان ليا تصريح وزعلوا مني لما كان الدولة مصممة على عودة الدولة العام وكان بعض الاندية كانت رفضة عودة الدولة العام حصل جدل ونقاشات وحاجات كتير جدا قلت يا جماعة طب الاندية بتتكلم انا عايز اشوف الكابتن حسام البادري وجهازه فين موجودين فين موجودين فين في الوسط والساحة دي وفي الاحاديث ما اللي لازم يكون لها دور المسأل نادر اللي يقول لك لا انا مش عارف ايه نادر زمالك كل النادر اللي اسمعين يقول كذا انا كمنتخب مصد تقول لهم لا اعملوا حسابي في الاسبوع ده معايا الخامس ايام دول معايا ان شاء الله 72 ساعة جمع مجموعة لعب بيها مطش ودي يبقى فيه تجانس تشايف ان كان لازم يكون فيه اهتمام من كابتن الفرسام البادري وموجود افتر من كده وقتا لا انا كانش فرصة لنا تجمع لا انت انت كان في ايدك ممكن تجمعهم اه ما نجيش للظروف هي ان تقول لأ انا كان ممكن وبقوتي وكمدير فن المتخب مصر لا انا عايزي تلات ايام دول طب ما فيه بالرغم من دور الضغط فترة خلالة كان فيه توقفات انا عايزي الاربع ايام دول انا عايزي تلات ايام دول طب ما هم متخب مغرب لاعب مطشات وديه تونس لابت مطشات وديه صح وبشعال معلول سافر ولاعب مطشات وديه مع بلده اكيد تمام فالنهاردة ده اللعبة طب احنا فين فا يعني هي الظروف كلها متجمع بس برضو هنقول ايه بنتمنى لهم التوفيق بكرة طبعا كلنا ثقة بإذن الله ولازم ان شاء الله نعدي بكرة بإذن الله بنتيجة ايجابية ولازم بقى فيه وقفة للكرة المصرية انا بحاول اشوف معاك برضو اسباب يعني هل مثلا ممكن قلت زاحم المباريات بتاعة الدوري الفترة دي اثرت على اداء المنتخب بشكل عام اللعبة مضغوطة لا لا عشان كنا قلتلك ايه قلتلك ايه مش الفترة دي ايه بقالنا فترة طويلة طيب ممكن نقول الى اي مدى اثر غياب محمد صلاح كان زمان فيه ناس بتزعل وحاجات كتيرة تتغير لا لا المحاولات لعائب فارق فشست فرقته مدي اسقة اللعبته عنده حلول كويسة يعني التكتلات اللي كانت بيلعب فيها في الإتوجو وعدم ترك المساحات اللي هي كانت موجودة اللي تعبت منتخب مصر لا صلاح بسرعيته وأداء وكان ممكن يغير من الأداء يعني طب إيه رأيك في النني في المباراة أنني تطور بشكل ملحوظ الفتر اللي فاتت يعني يمكن كان من أسباب برضو الناس كانت معارضة التشكيلات اللي فاتت مع أجيري أنني موجود في التشكيل بصفة أساسية وشفة رأسية وووة لكن النني الفترة اللي فاتت أنا شايفه من أحلى وأجمل فترات النني في كرة الخاتم طبعا يمكن نتلاحظ حدك أن المطش اللي فات لا متواجد في نص الملعب صح بيلعب الفرقة ووقف في نص الملعب عنده رؤية كويسة كان الأول أنني جريجلي وغدال قدام على طول يعني عايز يلعب على الجون ووة 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 وكان سايب الحتة دي فنهاردة موجود في نص الملعب بشكل كويس وبدأ التمريرات بتاعته تبقى إيجابية يعني وعنده السنس اللي هو بيختار الوقت المناسب فيه الهجمة يعني يطلع أمتى يعني المطش اللي فات عمل اتنين في منتج الجمال والزكاة يعني طلع في التوقيت المناسب وانت هو عمل واحدة يعني فيه نضج في أداؤه في خلال الفترة اللي فاتت طيب أنا لازم أسألك أنه هل شايف أن فيه لعيبة يا كابتن تقلقت في دوري المصري الموسم ده وكانت يعني من وجه نظرك لازم تكون في القيمة لمنتخب مصر وما اتخذوش؟ لا أنا شاف الاختيارات بشوحشة بأمانة يعني يعني نقول اللي يعني الاختيارات بشوحشة ممكن مثلا محمد فاروق من بيراملس كان يبقى موجود عنده الحتة برضو الهجومية دي بالذات كمان لو كان كان ممكن فيها كويس قوي في حالة محمد صلاح لكن زيزو برضو عمل الدور كويس كان ممكن موجود معه محمد فاروق لكن الاختيارات مشوحشة يعني الاختيارات كويسة ولكن هو بقى إيه البصمة الأخيرة بقى لها بتبقى إيه عبارة عن التشكيل والتغيير والتاكتك اللي هتلعب بيه واللعيب الفلان اللي هينفزك تاكتك بتاعك هي دي لكن الاختيارات لا كويسة المباراة كانت ماشية أكتر بمهارات فاردية اعتماد على مهارات فاردية آه يعني مباراة مصرورة ما فيش حاجة متحفزة زي ما حدك قلت إيه ما فيش وقت ما فيش تجانس ما فيش يعني ما تقدريش توصلي للعيب في خلال الفترة دي أنت عايزة إيه بأمانة يعني لكن لما يعود بقى في معاصر قوي لعب ماتش واثنين ولا بتفرق عشان كده الكلام بتاع ده يجرنين الحاجة تانية إن التشكيل بكرة هيبقى ثابت ولا هيضغير ده بقى اللي احنا لازم هنتكلم فيه طبعا يا كابتن علاء لازم هنتكلم على التشكيل ومن وجهة نظرك برضو وخبرتك التدريبية بعد الفاصل هنقول الكلام ده شايف إزاي مفروض التشكيل المثالي لمنتخب مصر في مباراة مصر وتوجو غدا ولكن بعد الفاصل برحب بحضراتكم من جديد وطبعا لسه معي يا كابتن علاء نبيل وكلام كتير عن منتخب مصر ومباراة غدا قدام منتخب توجو اللي بنتمنى طبعا كل التوفيق وكلنا نثقه في الجهاز الفني واللي عيبا إن شاء الله نشوف أداء مشارف ونشوف نتيجة إيجابية تليق باسم منتخب مصر كابتن كنا بنقول على ظروف مباراة بكرة شايفها إزاي طبعا خلاص المنتخب يعني سافر لتوجو طبعا الوقت قليل قوي بين المبارايتين ولكن هي دي كرة القدم شايف إزاي ظروف بقى مباراة بكرة مختلفة إزاي عن مباراة استاد القاهرة يعني حضرت كنت لعبت المباراة من 48 ساعة وسفرت داريك تعطول عشان تلعب المباراة التانية وكن برح برضو عشان كلمة السفر دي يعني برضو شفت كده موقف علامة استفهام من مدرب عام منتخب مصري يوصل لغاية المطار والجواز يتضح اللي هو منتهي ويرجع وبعدين يسافر النهار ده أنا عن نفسي مش داخل معايا الحوار ده خالص يعني شايفوه إزاي؟ لا طبعا نقول لحضرك حاجة يعني أنا كابتل نهاب لغاية المدير الرياضي في النادي معايا طبعا كنا بنتكلم في الموضوع ده جميع الجوازات السفر لعبة المتخب والأجهزة موجودة على الكمبيوتر فيه مع المدير الإداري قبل الجواز ما يخلص بستة شهور لقدم إن اللعيب أو المدرب عارف كواس قوي إن يعني بيتم إبلاغ اللعيب إن الجواز بتاعك هينتهي لازم تجدده لأنه ما فيش أي بلد بتدي تأشير أو جواز منتهي بلد بستة شهور تمام؟ ففيه سيستم محطوط إزاي أنا النهاردة أفاجئ ممدرب عام منتخب مصر في المطار الجواز منتهي ده ده ظهر يعني شايف الغلط من فيه؟ الغلط بص لا هي بقى هنا أنت زكاية على فكرة جدا هنا فيه شقين يأما خطأ إداري فاتح لا يغتفر ولازم وحسبة الأمور إداريا يأما فيه حاجة تانية غير معلنة عنها بس نلقل على تصالات تانية ولكن يعني أنا برضو فيه وجهة نظر تانية يا كابتن ما أعتقدش أنه أصلا إيه لا يخليه يبقى فيه حاجة غير معلنة عنها ده يعني أكيد كابتن طارق مصطفى مهم جدا أنه يكون موجود في البعث في كواريس كتيرة صار صعب الواحد يقوله في كواريس كتيرة لكن إلا أنا مدرب عام منتخب مصر يوصل المطار وجواز يدقى بس ممكن الناس تبع عايزة طارق يعني دي حاجة ليه علاقة بمنتخب مصر يعني الناس تبع عايزة تعرف لو فيه حاجة حضرتك لا فيه حاجات متابعة يعني ممكن يكون كل كلام غلط على الفكرة آه يعني طبعا كل كلام غلط يعني اللي بقى قريب من الموضوع يعني أنا أتمنى اللي هو يبقى الموضوع خطأ إداري أتمنى يبقى الموضوع خطأ إداري طب ما قلت ليش برضو الحل التاني لو مش خطأ إداري نيدي على سؤال لبعض طيب عشانك بس يا كبير خلاص إحنا بنتكلم على الظروف مباراة بكرة المباراة هتبقى أصعب علينا طبعا علشان مش على أردنا طبعا أولا طبعا أنت ديت للخصم سخف نفسه يعني أدائك في بعد الهدف لقس الفرق توجه عرفت اللي هي ممكن تختارخك وتوصل للجون وتضغطك عن فكرة إحنا ما ضغطناش بتاكتكيا لا إحنا ضغطنا مجبرين هم اللي ضغطونا بمزاجهم لكن إنتي لما كنت في نص ملعب الخصم لا هو تاكتك بتاعهم هو كان كده باللعابة زيون نص ملعبهم قفلين كويس لما ضغطوا عليك مش أنت اللي عملت كده بمزاجك لا أنت أجبرت اللي أنت تضغط دفاعيا أعتقدش اللي هو يغير لأن طبعا أنت ما صدقت لعبتي بمجموعة تسعين دقيقة نحن بنقول التجانس وا 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 بكتيرك قوي هتغيري واحد أو اتنين بكتيرك ومنهم طريق حامد لأن عمرو أخذ الانظار التالي للتغيير التاني بقى قولي التشكيلة كلها من وجهة نظرك كخبرة كبيرة في التدريب من وجهة نظرك كده لو حضرتك هتلعب مباراة مصر وتوجو هتبقى تشكيلة منتخب مصر إزاي خلاص يعني ما درش أغير أنا كمدر في خلال 72 ساعة أغيرت تشكيلة ده خطأ أقولت حضرتك واحد أو اتنين هو ابتدى بشناو محمد هاني لوينش أحمد حجازي أبو الفتوح نص الملعب عمر السلية ونني هيشيل عمر السلية وحط طريق حامد حتة قدامناه من صفا محمد هيبتدى من صفا محمد تحتي ثلاثة تريزيجية وعبدالله السعيد وزيزو لو لو أنت غيرت هناك في الحتة دي هتشيل عبدالله السعيد وهتنزلي أفشل طيب بتتوقع نتيجة ايه توقع أتوقع ممكن نطلع تعادل تعادل كويس يعني في ظل الظروف اللي احنا فيها دي كويس ولكن تتوقع أداء مغير بس بالتعدل ده هل يمكنك يعني حضرتك مش شاف أنها بفيه اختلاف قوي في الأداء عن مباراة المباراة اللي كانت على أرض مصر أصلا بأمارة ايه لأنا في خلال 72 ساعة أداء يطلع يطلع بالتلمومتر ده ما فيه أنا عارفا أن فيه فرق بين المنتخب وبين الأندية وبين الدوري وبين مباراة منتخب مصر ولكن مثلا لما موسي ماني جي النادي الأهلي احنا في ظرف وقته قليل جدا من أول مباراة لي احنا شفنا فعلا اختلاف جدا في النادي الأهلي على مستوى النفسي اللعيبة كانت بتدي بشكل غير الفترة الأخيرة بتاعة تفايلر يعني هنا برضو مع موسي ماني مالحقش يعمل حاجة قوي وقته قليل بتقرني بقى بالفترة الأخيرة بتاعة تفايلر طب ليه ما تقوليش بداية تفايلر كانت نفس الكلام بتاعة موسي ماني صح ولا غلط بداية تفايلر لا تفايلر دخل في الخطة على طول زي موسي ماني بالزبط لكن هو فنش وحش بس فيه هنا فرق اللعيبة هنا بتلعب مع بعض متجنسة مع بعض تدريب كل يوم مع بعض عارفين بعض سهل بقى هنا موضوع أسهل أيوة سهل ان انت تدخلي بصمتك الفنية على مجموعة متجنسة مع بعض أو بتلعب مع بعض سنين فانت بقى توظف اللعيبة صحة أكتر تتعامل معاهم نفسيا زي ما بيقوله من كل فيلم أغنية عشان أعمل لا عشان كده بيقولك الفترة الطويلة هنا بتنفع والرد على النقطة بتاعت انه طب ما احنا كل دول العالم مفهاش معسكرات طويلة واللي عاديها مش بتشوف بعض وما فيش وقت احنا طابعة خاص لما دي نجع انجازات الكرة المصرية كلها بمعسكرات طويلة خلاص مش شرط ان انا اقلت علم في كل حاج هقول لك أصل الناس هقول لك الأجندة الدولية وضع طويل انا بقول احنا برضو مجبرين ان احنا نمشي تابعا الأجندة الدولية والعجادة كلها لكن برضو المتجمعات الطويلة بيبقى لها انجازات تانية طب خليني نسألك سؤال فين المشكلة ده في بداية الحوار بشكل تاني ايه اللي محتاجين نعمله واحد اتنين ثلاثة من وجهة نظر كابتن علاء علشان نشوف منتخب مصر اللي احنا عارفينه الروح بتاعت منتخب مصر الاداء اللي احنا متعودين عليه من ايام كمان الجيل الزهبي وخصوصا ان احنا بنتكلم ان احنا عندنا جيل حالي برضو قوي يا كابتن يعني لعيبة مقارنة بالجيل الزهبي اللي هو جيب عادي الجيل ده فيه فرق ولا ما فيش فرقة انا بس ألبست حضرتك اللي تقو جيب عادي شاطعة ما جيبلك زين لا فيه فرق بالجيلين خلينا انا بقى طعي وخعيين يعني مم يعني حتى المتبقق من الجيل الزهبي اللي موجودين لسه بيلعبوا وقد ذه قاتل برضو بديهم بصمتهم في الكرة المصرية لا فيه فرق بالاجيال فيه فرق بالاجيال عشان كده بقول ايه نهتم بالمنتخب الأولمبي اللي هو سنه أصغر وهيطلع علينا بقى النجوم وهيئة. يعني أنا كنت بتمنى اللي هما يخش الأولمبياد وياخدوا سيخة ويبقى خلاص بقى إيه عندنا جيل لقدر بقى نعمل له إعداد كويس ومبارئات كويسة و... طيب إيه تاني؟ إيه تاني ممكن يتعمل من وجهة نظرك؟ من إيه؟ علشان نشوف المنتخب بشكل تاني. إيه التغييرات المفروض أنها تحتل؟ مش تغييرات على المستوى الإداري ولكن يعني فنيا؟ فنياً بقى طبعاً لازم بقى فيه فكر أولاً لازم تتعامل نفسياً كويسة أو مع اللعيبة خلاصة. أولاً إيه ننجح محمود الجوهري. النجح محمود الجوهري اللي هو كان بتتعامل مع اللعيبة نفسية حتى النهاردة نجوم الكرة المصرية نقول لك أيام كابتن الجوهري. متابعة في النادي المحلي أو محترف متابعة تعمل إيه مرانت إزاي متابعة في المتشاط مبروك ما تزعلش المتشط النهاردة حصل كذا. يعني أنا عايزة أكتنى بالحديد بالفناية متابعة. اللعيبة تحس إن المدير الفن بتاعها متابعها بعيدة عن النادي. المدير الفن المتخب نفسه لازم يتابع. ولازم يبقى اللعيبة دي كلها. ما تخليش الإدارة يكلمه أصلاح عندنا تجمع. لا. أنت تتكلم وتقعد وتشوف وتتابع اللعيبة وأنا متابعك. المباراة دي كويسة. أنا معلش يعني هي مدارس مختلفة عم باتن يعني. أنا ما شفتش مثلا الجهاز بيطلع يقول مثلا. تفرج مثلا على مبارات الاتحاد مثلا والإسماعيل. ما فيش حد تطلع يقول يا جماعة. والله إحنا لقينا لعيبة كويسة النهاردة. وهنتكلم معهم ويشدوا حيلهم. على الآن اللي تدي للعيبة أمل اللي أنت. لكن كل حاجاتك مستخبية كده. يعني ما ينفعش. لازم اللعيبة دي تعرف اللي فيه ناس بتتفرج عليها. وهم تحت المنظار. على الآن المصر الجاي هنزيله. ويؤدوا أحسن. طيب إحنا معنا مدخلة مهمة جدا من توجو يا كابتن سفير حسام حسين. سفير مصر في توجو. برحب بحضرتك في برنامج السادسة على شاشة قناة الأهل. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. وعايزين نعرف من حضرتك. يعني أنا عارف حضرتك كنت لسه مع المنتخب المصري. يعني من دقايق. كنت معهم في الملعب في التدريب. عايزين نعرف من حضرتك آخر الكواليس. كيف تم استقبال المنتخب المصري في توجو. طبعا منتظرين مباراة مهمة جدا. بكرة ما بين مصر وتوجو. إن شاء الله أول حاجة طبعا من ربنا يوثق يعني الفريق. ويفرح المصريين كلهم اللي في توجو واللي في مصر واللي في كل حتة. بإذن الله. الحمد لله هو حاليا كان في التمرين الأساسي بتاع الفريق. على الملعب اللي هتعمل عليه المباراة. ونفس توقيت المباراة تقريبا. تم التمرين على خير. والجماهير هنا يعني الناس مهتمة. طبعا المباراة تبقى من غير جمهور. وتمزع على الناس هنا كالنسيهم يشوفوا فريق بحجم الفريق المصري. وقوته بالنجوم اللي فيه. لكن بقى أوضاع طبعا نفقك على فهمها. واستمام إعلامي كبير. والنتيجة اللي حصلت في مصر والأداء وكده. يعني رفع سقف التوقعات بتاع الكماهير هنا. ومطالبهم من الفريق بتاعها. وبصوصا انهم لازم يكسابوا عشان يبقى عندهم أمل لسه في التفسير. طيب كنت حضرتك مع كابتن حسام البدري وكابتن بركات. كان فيه اكتماع كده سريع يعني لو تقولين أهم اللي تقال فيه. لا يعني احنا كجدء السفارة طبعا يعني الترحيب. ولو في أي حاجة بزيادر نساعد بيها. في التركيبات اللوجستية. والاتصالات مع الجانب التجولي. لكن طبعا بعد جانب الفنية ديت يعني أنا ما باش أتكلم فيها. وطبعا الأمور ماشي طبيعي لحد دلوقتي. إحنا في انتظار بس نتيجة التحاليل اللي الجانب التجولي بيعملها لكل البعثة. يعني حتى الفريق التجولي لسا نتيجة التحاليل وما طلعتش برضو. هي دي الحاجة الوحيدة يعني الأمر المعلق يعني في الوقت. طب ولو تكلمنا عن ترتيبات للمباراة بكرة يعني هتبقى زي طبعا معروف إنه المباراة هتكون بدون جماهير. المباراة هتكون بدون كمهور ده يعني محيش بي خلافة. هي ساعة أربعة بتوقيت توجو. اللي تبقى ستة وتوقيت مصر. يعني ذا بيبقى هال. اللي تبقى هنا على حدود كده ساعة ستة لتين. يعني هال مباراة بيخلص وتبقى يدومها في الدنيا يعني بتجي تلايين. الملعب معقول قوي من ناحية يعني الأرضية. ومجهد إن لو في مطرة بتتصرف على طول ما بقعدش بالأرضية بتاع الملعب. وهو الملعب حديث لكن شغير يعني بالمعايير المصرية هو هنا بالمعايير الأساسي. لكن بمعايير نحن في مصر هو مش فتات كبير يعني. ده ياخد حاجة وعشرين ألف متفرد كبير. هي الأحوال الجوية اي دلوقتي في توجو يا فاند؟ حضرتك هو في الوقت ده من السنة الجوة حر ورطوبة. أحياناً بقى بدينا فيه احتمال لسقوط مطرة. بس يعني المطرة هنا لما بتنزل بتبقى غزيرة جداً. لكن لفترة سيارة يعني ممكن تجي مثلاً نصف ساعة. ساعة لربع. مادر ما بتتعد يعني الفترة طويلة. وبعدين تقف. بس ساعات بقى تيجي المطرة دي. السبس حتى تيجي الدهر. لحد دلوقتي يعني إن شاء الله يوم المباراة مش باين قوي إن في مطرة. بإذن الله تنشي على خير إن شاء الله. بإذن الله طبعاً. لكن هو حر ورطوبة. ده شيء معكد يعني. بشكر حضرتك جداً سيادة السفير حسام حسين طبعاً. سفير مصرف توجو. بنتمنى كل توفيق طبعاً لمنتخب مصرف مباراة غداً. الجو ده كويس بالنسبة اللعيبة؟ لا الرطوبة بتتعب. الرطوبة بتتعب. بس هو لا تتكلفوا جملة مهمة اللي هي المساحات لسنا ما ظهرتش يعني. بنا يؤثر بقى ما يكونش في حاجة. موضوع كورونا أثر قوي علينا يا كابتن. ما أثر إيه دي حتى دي؟ موضوع كورونا والحاجات دي بس هو فيه يعني كان نستغراب شوية النوام. من الاتحاد الكورونا نزل قال المساحات للمحترفين تريزيجيه والنيني محمد صلاح كانت تسجيلة. يعني أنا عندي حق أو كنت عايز تقول حاجة؟ فيش تفضلي كبير. وبعدين مرة واحدة فجئنا بأن محمد صلاح أعلنوا اللي فيه كورونا. نعم وبعدين شالوا البيان. يعني فيه حفيقي فيه لغبطة يعني. فيه لغبطة حصلت. فيه لغبطة يعني وبعدين. وده دايق جدا برضو الناس في إنجلترا. آآ فكرة إنه بيان يتحطوا بعدين يتشال كان فيه قلقة. ومع إنهم هما هناك ما نزلوش حاجة خالص يعني. مم. تمام؟ بس الحاجة دي دي حاجة. الحاجة التانية اللي احنا لازم آآ فجئنا في خلال آآ 12 ساعة. بيش أقولك 24 ساعة. آآ فرح أخوك على كل القنوات. وده بيحضم صلاح وده شايل صلاح. أجماعة نجوم العالم في الدنيا كلها بش في الكرة بس في فن وصق. أقوله مرض محدش يعني في ناس كدير جاء للكورونا. محدش جاب كريستيانو هو مثلا جاء له كورونا عشان خرج بش عارف راح فين. والأمان وده اللي هو زميل مانين وزميل محمد صلاح. ليه إحنا الدنيا كلها شافت فرح أخوه والبنته بش عارف صغيرة بترقص مع مين. بس ده عشر السوشال ميديا يا كابتن. لا 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 وقنوات لا وقنوات نزلت. أصار معناش. القنوات نزلت وشفت. أنا أنا ما أتابعش السوشال ميديا خلص. بس شفت. شفت على قنوات. طبعا نحافظ على. إيه 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 التوسع اللي فيه ده يعني. يعني هو كان مش ظريف. أنا عن نفس ما يعني ما بسطتش من اللي شفته يعني. خلاص. بس الصحب في إنجلترا كمان نشرت صور صلاح مع أخوه في فرحه. يعني مش بس. الفرح كله كان على الهوى. في العالم كله شف الفرح. طب ليه؟ ليه بدي حاجة خاصة واحد جاي يحضر فرح أخوه. تمام؟ ليه أنزله على الخنوات وده بص بقرب منه إزاي وده شايله إزاي وده بش عارف ما صحش وده إيه وده إيه وده إيه. ليه حاجات تبقى حاجات خاصة يعني. طب حضرات كنت بتقول إن ليبربول ما نزلش بيان. خصوص إصابت صلاح بكورونا. آه. أنا ما أريدش نزل بيان ولا ولا ولا. وبعدين أنا لسه من نهاردة شايف صلاح في الجونة ومعه بمراته وبنته. مع العيلة يعني. فهو ما ظهرش عليه أي أعراض يا كابتن. ما ظهرش عليه أي أعراض. ما ظهرش عليه خالص. ولكن المسحة جت إيجابية بكورونا. وطبعا زي ما قلنا طبعا إحنا نتمنى له كل الشفاء. نتمنى أن هو يرجع بألف سلامة ووجود صلاح في أي فريق بيبقى مؤثر جدا مع ليبربول مع فريق ومع منتخب مصر. مؤثر مع ليبربول مؤثر جدا مع منتخب مؤثر جدا. وكنا منتمنى طبعا أنه يكون موجود لأنه زي ما حضرتك قلت إحنا مش هنكدب على نفسنا. هو فارق جدا في الملعب. طبعا. دي رابع مباراة على فكرة. دي يعني أنا معتقدش اللي هو اللعب مع كابتن حسام ولا ماتشات ودية ولا ماتشات الرسمية. أربع ماتشات دي بين بكرة أربع ماتشات رسمية. بكرة تبقى أربع ماتشات رسمية. نتمنى له الشفاء ونتمنى لعيبة مصر كلها للمساحات تطلع سلبية. نتمنى طبعا بإذن الله ويرجعون لنا بالسلامة وبالمكسب بالأداء المشرف إن شاء الله. خليني أروح معاك لمبارات نهاية أفريقيا بين الأهل والزمالك. شايف إزال الحدث ده أنه أكبر فريقين في مصر الأول والتاني في نهاية أفريقيا؟ لازم نعترف أن خطباء كرة المصرية هم أهل الزمالك. يعني ما نتحكش بقى على بعض. خطباء كرة المصرية. خطباء كرة المصرية وصلوا نهاية أفريقيا. ده إعجاز وإنجاز كبير. وعلى قد ما كان فيه جدل في تكملة المشوار البطولة الدور العام. وناس قالت لا أو إزاي وشي زاي ولعبت. على ما أعتقد أن هذا القرار هو السبب الرئيسي في وصول الزمالك والأهل في أفريقيا إلى نهاية أفريقيا. يعني النادي الآلي طبعا المبارياتين اللي علامهم بتوع الوداد. أداءه برضو بالرغم أنه كان متصدر الدوري وأداءه كان مميز جدا. إنه برضو تكملة المشوار الدوري. برضو فرقه معاه في المبارياتين بتوع الوداد. النادي الزمالك المشوار الدوري. وفرقه معاه في أداءه في مباراة الرجاء. والأتنين أنا شايف لده حاجة جميلة جدا لمصر. الكاس بش هطلع من بره مصر إن شاء الله. ومانا نشوف مباراة كويسة. وبإذن الله يكون الكاس أهلاوي إن شاء الله. وانتوانا نشوف مباراة كويسة ومشرفة للكرة المصرية. زي ما طبعا دكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة دايما بيقوله على مبادرة لا للتعصب ومصر أولا. طبعا أنا بشكر حضرتك جدا أنك كنت معايا كابتن عليك. استمتعدت جدا بالحوار وأكيد كل المشاهدين استمتعدوا دايما زي ما حضرتك دايما بتمتعنا بالكلام في الكرة. مرسي جدا لحضرتك وبشكر حضرتكم على المتابعة. كلنا في ظهر منتخبنا الوطني. كلنا بندعى منتخب مصر وكلنا بندعي بإذن الله إن إحنا نفوذ وإن منتخب مصر يرجع للإنجازات مرة تانية. بشكر حضرتكم على المتابعة وبكرة حلقة جديدة من برنامج السادس.